نادينا النادي الاهلي النادي الاهلي في الفترة دي فترة مهمة جدا مع مستر كولر ابتدت المباراة التجربية اولا مع بتروجيت فاز النادي الاهلي بخماسية نادي درجة تانية المباراة السابقة امام اسوان فريق محترم صاعد عنده طموح كبير فاز النادي الاهلي بسنائية انتهت المباراة اتنين واحد وكانت مباراة اقوى من مباراة بتروجيت المباراة الثالثة هتكون أمام طلاع الجيش يوم الخميس القادم ميستر كولر عامل تصاعد في المستوى الفني في المباراة الودية لكن اللي لفت نظري النهاردة إن الشارع الرياضي الأهلاوي الناس كلها عندها اشتياء وشوء وحب زي ما بقولوا كده اللغنية بتقول كده للنادي الأهلي رغم إزاعة المباراة لما بتشوف النهاردة الناس التعطش عندها وهي النهاردة نفسها مع كل مباراة والدية بتتلعب تعرف النتيجة والتابع وتشوف سيناريو المباراة يا ترى النادي الأهلي متقدم يا ترى النادي الأهلي يكسب كام ده اللي بيحصل دلوقتي في الشارع الأهلاوي الحب والمتابعة من قبل جماهير النادي الأهلي الكبيرة لفريقها ميستر كولر هو اللي فضل عدم إزاعة المباراة مباراة تجربية عايز يجرب فيها أكبر عدد ممكن من اللاعبة مش مهم بالنسبة له النتائج على قد النهاردة المستوى البدني اللاعبة يعرف اللاعبة وصلت لقد إيه من المستوى البدني والمستوى الفني قد إيه اللاعبة بتنفذ التعليمات اللي هو ميستر كولر عايزها وبالمناسبة دايماً الأداء اللي هو عايزه عايز كرة هجومية عايز ضغط عالي عايز دايماً أضغط واستحوذ على الكرة فأسرع وقت ممكن عملية الاستحواذ والضغط العالي هو ده طريقة كولر فعلشان كده هو حابب يقفل علشان يشوف اللاعبة حفظة قد إيه من التعليمات اللي هو بيديها لكن الحمد لله كل التعليمات وكل النواحي إيجابية ومبشرة بقول لحضراتكم الناس عندها اشتياء كبير جداً للنادي الأهلي خلال الفترة السابقة اللي كان فيها فترة التوقف وراحة كبيرة اللاعبة ده ياخدنا النهاردة إن اللاعبة اللاعبة ثم اللاعبة ثم الجهاز الفني عليهم مسئولية كبيرة جداً تجاه جماهرهم وتجاه النادي الأهلي الحب والاشتياق وشغف الجمهور إن يشوف لعبته ده بيحط عليهم مسئولية كبيرة في الفترة دي والفترة القادمة فترة مهمة جداً علشان كده الموسم اللي جاي هيكون موسم كبير جداً وفيه تحديات كبيرة للعب النادي الأهلي والجهاز الفني اللي بنتمنى لهم إن شاء الله كل التوفيق شكراً لكم